بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو على قناة صحبة الكروشي معيكو سلوى الفحم بشرفني جدا متابعيتك ليه على القناة واكيد طبعا يسعيدني اشتراكك في القناة وده بانك تقدر تدوسي على كلمة سبسكايب او اشتراك اللي موجودة باللون الاحمد تحت الفيديو كمان هيزهر عندك علامة للجاز اضغطي على العلامة ديت علشان دايما يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بعمله على القناة وبتمنى من ربنا التوفيق دايما في كل شيء بقدمه لكم بازن الله واكيد طبعا هيسعيدني لو عملت لايك للفيديو لو شفتيه وعجبك بازن الله اه النهار دا ان شاء الله هننفذ مع بعض اللاكلوك ده اه بسيط جدا وسهل جدا زي ما احنا شايفين كده سهل جدا جدا في تنفيزه وفي نفس الوقت شكله شيك وجميل اهتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم الحقيقة احنا نفذنا مع بعض كزا نموذج لك ليك السنة اللي فاتت وهنزلك ان شاء الله رابط الفيديوهات دي على الشاشة دلوقتي عشان ترجع لها ويبقى عندك اكتر من موديل تقضي تنفيزه ان شاء الله وكمان عملنا لكاليك اللي بيبي يعني سن شهور كده هنزلك بعض ورابط الفيديوهات دي ان شاء الله على الشاشة دلوقتي اه والنهار دا ان شاء الله زي ما قلت لك هننفذ مع بعض الموديل ده اه هو موديل بسيط جدا جدا بعد كده ان شاء الله ممكن نغير فيه ونعمل يعني غرز مختلفة ولكن انا حبيت اشرح الموديل ده الاساس بتاعه بيبقى ايه عشان يبقى موضوع سهل بالنسبة لك تقضي بعد كده تغيير الغرزة بكل سهولة اه هنا الموديل بيبدأ بسلاسل بداية يعني مش بداية السحرية ولا حاجة هنا سلاسل بداية وبنتيدي نعمل توسيع من الجوانب من الجانب ده ومن الجانب ده لغاية ما نوصل هنا يعني مشتر رجل بالزبط بنوقف التوسيع وبنتيدي نشتغل لغاية ما نوصل هنا لغاية القدم او حسب الطول اللي انت حبيه يعني عايزها اقصر من كده ما فيش مشكلة اطول من كده ما فيش مشكلة دي حاجة ترجعلك وفي موديلات بعد كده ان شاء الله ننفذها هتبقى شبه بوت يعني هنتافع بيها عشان تبقى زي بوت كده وبعد كده بنفس طبعا بتدي نشغل الجزء ده تمام وبنقفل الاكلوك من ورا من هنا وننزينه باي شكل احنا حبيينه دي ببساطة الفكرة العامة للاكلوك ده الحقيقة تقضيها تنفذي لأي سن بسهولة جدا جدا يعني هشرح لك ازاي تقضي يعني زبطي المقاس لأي سنة انت عاوزها عشان يبقى موضوع سهل بالنسبة لك. اه طيب انا هبدأ اه وقولك بس الاول احنا هنشتغل بخيط ايه? انا هنشتغل بخيط هيمالايا ايف دي سوبا لوكس زي ما احنا شايفين كده. وهستخدم مع الخيط ده ابا مقاس تلاتة الومينيوم. تمام? عايز اقولك ملاحظة صغيرة لو انت هتشتغل باي نوعية خيط تانية مختلفة ما فيش مشكلة خالص. ولكن بس الملاحظة اللي عايز اقول لها ديك انك دايما انت تستخدمي رقم ابا اقل شوية من المعتاد بالنسبة للخيط اللي انت هتستخدمي. عشان تكون الغاز متماسكة. ويكون شكل اللاكلوك ضريف بازن الله. طيب نبدأ بقى ونشتغل مع بعض ونشوفها النفذ الموديل ده ازاي ان شاء الله. بسم الله. هبدأ الاول واعمل عقدة بداية بالشكل ده كده. تمام? وهعمل اتناشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر. اتناشر سلسلة. هسيب اول سلسلة وتاني سلسلة. دول هتغيرهم ارتفاع. وفي تالت سلسلة هبتدي اشتغل اول عمود. بقى ده كده اول عمود عندي في سطل الاول. وهبتدي اشتغل فوق كل سلسلة عمود. العمود بنشتغله ازاي? بلف الخيط على الابر. واسحب الخيط هنا كده. يبقى عندي تلات لفات. هلف الخيط وطلعه من اول لفتين. هلف الخيط وطلعه من تاني لفتين. تاني نعملهم مع بعض. اسحب الخيط. الف الخيط وطلعه من اول لفتين. الف الخيط وطلعه من تاني لفتين. كده اشتغلنا كام عمود. عاوا نشوف مع بعض. طول سلسلة ارتفاع مش بعدها ولا حاجة. فببدأ كده واحد اتنين تلاتة اربعة. نكمل. خمسة. ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كده بقى عندي عشرة اعمدة. زي ما احنا شايفين كده. تمام? هعمل ايه دلوقتي? خلي بالك معي. هعمل اتنين سلسلة. واحد اتنين. وبتدي اشتغل هنا قدام كل عمود عمود. ازي اخر عمود اشتغلناه. فهبتدي اشتغل مقابل لي عمود. وهاخد خيط البداية معي تحت الشغل عشان اسبطه. زي ما احنا شايفين كده. فوق كل عمود هشتغل عمود. وغادلين الخيط ده تحت الشغل زي ما اتفقت معيكم. مش شايفت ده كده. هكمل فوق كل عمود عمود. تمام كده? عندي عشرة اعمدة. هاقص بس الزيادة من الخيط البداية عشان ما ينخلناش وحنا شغالين. الشكل ده كده. بعدين هعمل اتنين سلسلة. واحد اتنين. واقفل السطر ده بغرزة منزلقة. فاول عمود احنا عملناه. تمام? كده السطر الاول. السطر التاني هعمل اتنين سلسلة. مجرد ارتفاع فقط. مش عمود ولا حاجة. في نفس المكان هبتدي اشتغل عمود. وفوق كل عمود من الاعملة دي هشتغل عمود لغاية ما اوصل للفراغ اللي هو مكوّن من اتنين سلسلة دي. نرجع نشوف هنشتغل جوه ايه. داخل الفراغ المقوّن من اتنين سلسلة هبتدي اشتغل عمود. اتنين سلسلة. وفي نفس المكان عمود. ودي طريقة توصية اللي احنا هنشتغل بيها يا جماعة. عمود اتنين سلسلة عمود. واجع تاني فوق كل عمود اشتغل عمود. لغاية ما اوصل للجهة التانية او الزاوية التانية. هشتغل بالطريقة دي لغاية ما اوصل للاتنين سلسلة اللي في الجهة التانية هنا. تمام? هنا الزاوية التانية او الجهة التانية اللي هي مكوّنة من اتنين سلسلة هشتغل برضو بنفس الطريقة هشتغل عمود. اتنين سلسلة وفي نفس المكان عمود هقفل السطر التاني ازاي? هقفل بغرزة منزلقة في اول عمود احنا اشتغلناه اهو تمام? بعمل غرزة منزلقة بالشكل ده كده خلصنا السطر التاني شايفين الشكل عندي بقى ايه? هيتدي بقى يبقى في توسيع من الجوانب اهو تمام? السطر الاول عدد الاعمدة عندك هتبقى عشرين عمود السطر التاني هيبقى عدد الاعمدة عندك اربعة وعشرين عمود تمام? طيب السطر التالب بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطر التاني بنفس الطريقة هنتفع اتنين سلسلة وهنشتغل في نفس المكان اول عمود وهشتغل عمود لغاية ما اوصل برضو للفراغ المقوم من اتنين سلسلة ده تمام كده? خلاص اتفقنا مع بعض بنشتغل ايه جوالفراغ ده? بنشتغل عمود اتنين سلسلة في نفس المكان عمود وبعدين هشتغل عوامل بس اوعي تنسي العمود الاول ده خلي بالك عشان عدد ما يبقى مزبوط دايما معاكي هنشتغل برضو هنا بنفس الطريقة اعمدة بغاية ما اوصل هنا للزاوية التانية او الفراغ دوت هشتغل جواي عمود اتنين سلسلة عمود هيبقى عندي هنا عمود اشتغل فوقي عمود واقفل بغرزة منزلقة زي السطر اللي فات بالزبط في نهاية السطر رقم تلاتة هيبقى عندك اه تمانية وعشرين عمود انا هشتغل السطرين كمان بنفس الطريقة دي السطرين بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطر التالت ونرجع نكمل ان شاء الله تمام كده عملنا خمس اسطور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في نهاية السطر رقم خمسة عدد العوامل هيبقى اه ستة وتلاتين عمود كده مزبوط الوسع ده تمام يعني اما تقسيه كده على مشتر رجلي من هنا هلاقيه مزبوط فبالتالي مش هعمل توسيع تاني ده شكل التوسيع من الجوانب زي ما اتفقت معاكم فكده تمام انا مكتفية بالايه بالوسع ده انت طبعا لو اس دي لقيت الست دا يا المكان ده ممكن تعملي سطر كمان بنفس التوسيع ما فيش مشكلة خالص دي في ادينا ده كده بيزبط للمقاس طيب خلاص انا كده اه التوسيع الوسع ده بالنسبة لي كويس هعمل السطر الجاية عشان اشوف هعمل ايه في الزاوية هنا هتفع اتنين سلسلة وهشتغل عمود في نفس المكان اللي هتفعت منه وهبدأ اشتغل اعمدة برضو لغاية ما اوصل للفراغ ده نرجع نشوف هنشتغل جواء ايه هنا الزاوية الاولى اللي مكونة بتنين سلسلة انا دلوقتي هعمل عمود واحد بس في نفس الفراغ ده هعمل عمود واحد بس وهكمل شغلي عادي خالص شايفة ازاي تمام هكمل لغاية ما اوصل للزاوية التانية وصلت هنا للزاوية التانية او الفراغ المقوم من تنين سلسلة هشتغل جواء برضو عمود واحد بس وهكمل شغلي بغاية ما اقفل السطر رقم ستة كل عمود فوق ايه عمود بالشكل ده كده وهقفل بغوزة منزلقة في اول عمود احنا اشتغلناه بسحب الخيط من العمود كده ومنلفة اللي على الابر يبقى احنا كده خلصنا استطى رقم كام استطى رقم ستة طيب عدد الاعمدة كده بقى عندي كام هيبقى عندي تمانية وتلاتين عمود كانوا هنا ستة وتلاتين عمود عملنا عمود في كل فراغ من هنا ومن هنا او في كل زاوية فهيزيدوا اتنين بس فهيبقى تمانية وتلاتين عمود تمام وده الشكل كده الجزء الاول لغاية هنا مش للرجل طيب هعمل ايه دلوقتي محتاجة بقى اشتغل بشكل داقري بدون تزايد يعني فوق كل عمود عمود هتافع تنسلسلة وبتدي اشتغل ووقفل بنفس الطريقة عدد من من الاسطور لغاية ما اوصل هنا لمقدمة الرجل هنا تمام فالعدد دوت برضو حسب القياس عندك هتقيسي لغاية ما تكتفي بعدد معين من السطور لغاية ما توصلي هنا ممكن طبعا تزاودي شوية ممكن يبقى اقل شوية دي حاجة ترجع لك مفيش مشكلة خالص فانا هشتغل حوالي اه تمن سطور ونرجع ان شاء الله نكمل الشغل بتاعنا اه تمام كده وده الشكل بعد ما اشتغلنا مع بعض اه اه تمن سطور اه عواميب بدون اي تزايد بعد ما وقفنا التزايد خلاص وبقى الشكل عندي كده تمام هعمل ايه دلوقتي خلي بالك معي انا النهية اخر استطر اهو عب غرزة منزلقة فخلاص هعمل سلسلة وهقص الخيط واستحابه كده وطبعا ده هننضفه كده وحنا شغالين دلوقتي هوريك ازاي تمام طيب عايزة دلوقتي بس احد المكان طبعا ده خلف الشغل عشان البدايات اهي موجودة هنا فانا هجيب قدام كده عايزة احدد بس المكان هنا اللي هيكون مفتوح مش اشتغل فيه احنا دلوقتي هنبدأ في المنطقة دي بقى كده اللي هي من هنا كده لغاية هنا تمام ففيه جزء هنا مش هنشتغل فيه فا اه ده اللي احنا عايزة احدده هنا عشان اه اشتغل خلي بالك معي هحدده ازاي هاجي هنا كده ازبط الاكلوك بتاعي واعد مسلا مش مسلا هعد خمسة عواميب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وابت сдع اعلم العمود دا قم ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ده كده العمود دا قم ستة تمام طيب هعد بقى تمان عمدة دول اللي انا هسيبهم فانا هسيب اول عمود اللي انا معلمها دا نعد من عنده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ايدي اهو العمود رقم تمانية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. التمن اعملنا دول مش هشتغل فيهم عوامية انا هشتغل من قبلهم وبعدهم. الجزء ده بس كده. هفضل ايه? اشتغل واي حاجة زي ما هنشوف دلوقتي. واحنا كده حددنا الجزء اللي هو هيبقى مفتوح من قدام مش هنكمل فيه شغل. ابتدي الوقتي بقى اجيب الخيط. واشبكه هنا. من اول السلسلة اللي هي بعد العلامة. تمام? هسحب الخيط بداية كده. طبعا همشي معي تحت الشغل عشان اسبته. هبتدي هتفع اتنين سلسلة. واحد اتنين. وفي نفس المكان هعمل اول عموض. تمام? وهشتغل فوق كل عموض عموض. واخد معي خيط البداية تحت الشغل عشان اسببته. شايف ازاي? الشكل ده كده. تمام? طيب كده خيط البداية تثبت ممكن اقصه. اقص قصدي الباقي منه يعني. طيب هنبقى انطلعه بعديه. وبعدين هكمل شغل. وهاخد خيط النهاية كمان معي تحت الشغل زي ما احنا شايفين كده. شايفة ازاي? اهو. هاخده معي تحت الشغل. ده العموض اللي جاي اهو. بالشكل ده كده. عشان اسبته برضو يبقى اول باول ايه خيوطي مزبوطة. وهفضل اشتغل عموض. وهفضل اشتغل عموض لغاية موصل للغوزة اللي هي القابلة العلامة على طول. تمام? تمام كده احنا ممكن بقى دلوقتي نشيل العلامات دي خلاص مش هحتاجها تاني. الشكل ده شايفة ازاي? تمام? طيب هعمل ايه دلوقتي? هتفع اتنين سلسلة. هتفع اتنين سلسلة. واحد اتنين هليف الشغل بتاعي. وابدأ اول عموض اشتغل فوقي عموض اهو. وفوق كل عموض هنشتغل عموض. فوق كل عموض هشتغل عموض. بالشكل ده يا جماعة احنا كده اشتغلنا سطرين. انا عايزة اكملهم يبقوا اتمن سطور. فكده اشتغلنا سطرين فضل ست سطور بنفس الطائرة. هتفع اتنين سلسلة. وابدأ الف الشغل واشتغل عواميد. لغاية ما اوصل هنا اتفع اتنين سلسلة. والف الشغل واشتغل عواميد. تمام? فانا هكمل التمن سطور. وانا هاجه ان شاء الله نكمل الشغل بتاعي. اه تمام كده ده شكل اللي اكلوك بعد ما خلصت التمن سطور. تمام? طيب انا ازا عايزة بس افقرك ان احنا هنا كنا اوقفنا التزايد عند استطاة رقم ستة. وكان عدد الاعمدة تمانية وتلاتين عموض. طيب. وبدلنا شغالين ففضل معي نفس الاعداد تمانية وتلاتين عموض. انا هنا سايبة تمن اعمدة. فبالتالي الجزء ده كده كله عبارة عن تلاتين عموض. يعني الجزء ده كده تلاتين عموض. انا دلوقتي محتاجة اقفل طبعا الجزء الخلفي ده. بس قبل ما اقفله محتاجة اعمل تناقص كده هنا. عشان خاطر الكعب يكون. يعني شكل الكعب هنا شايفة ازاي? نيبقاش له بوزة كده وشكله مش حلو. فهنعمل ايه? خلي باليك معي. بقى احنا اتفقنا ان احنا شغالين الاعمدة دي كده تلاتين عموض. طيب هنعمل ايه? عايزة يبقى فيه ست اعمدة في المنتصف. فبالتالي هشتغل اتناشر عمود. الاول هتفع اتنين سلسلة. وادف الشغل بتاعي. وابدأ اشتغل اتناشر عمود. اتناشر عمود واحد. اتنين. هكمل اتناشر عمود. بالشكل ده كده تمام? وبعدين هعمل ست غرز حشو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة غرز حشو. وعدين هيبقى عندي هنا اتناشر عمود. هشتغل فوق كل عمود عمود. تمام? الشكل عندي بقى كده. تمام? طيب. وعدين دلوقتي هتفع اتنين سلسلة. واحد الاتنين. وهلف الشغل بتاعي. تمام? وهشتغل برضو فوق الخمسة فوق الاتناشر عمود دول. اتناشر عمود لغاية موصل للست غرز حشو دول. تمام? وصلت هنا للست غرز حشو. هنعمل تناقص. يعني كل غزتين حشوة. هنخليها آآ غرزة حشو واحدة. ازاي? خلي بالك معي. هاجي كده اول غرزة حشوة هي اسحب الخيط. وتاني غرزة حشوة اسحب الخيط. وبعدين الف الخيط وطلعه من التلات لفات. كده عملنا تناقص غزتين الحشو بقى مغرزة واحدة. غزتين الحشو اللي بعد كده. نفس الحكاية. نعمل تناقص. اسحب الخيط وهنا كمان اسحب الخيط هيبقى عندي تلات لفات. الف الخيط وطلعه من التلات لفات. وكمان اخر اخر اتنين غزة حشو بعمل فيهم تناقص. في الشكل ده كده. يبقى ستت غرزة حشو. بقى تلات غرزة حشو. وبعدين هيبقى عندي هنا الاتناشر عمود هشتغل برضو فوقيهم اتناشر عمود. وده شكل اللاكلوك بعد ما خلصنا اخر السرط احنا لسه ما قفلناهش ولا حاجة. بس شايفة التناقص دوت عمل منحانة كده هيبقى مريح جدا في اللبس ان شاء الله. تمام? طيب. محتاجين بقى كده احنا خلصنا الشغل بتاعنا. محتاجين نقفل الجزء اللي هو دوت. فهنقفله ازاي? هيجيب الشغل كده على الضهر. بالشكل ده كده. تمام? هنا اول غازة اهيت. هسحب اللفة دي. هسحب اللفة دي كده. نحاول بس نحط الغاز قدام بعضها بالزبط. بالشكل ده كده. وهعمل سلسلة. وهدخل تاني في نفس الغازة هنا. والغازة المقابلة ليها. اهيت. واعمل غازة مزلقة. عشان انا هقفل بغاز مزلقة. تمام? طيب الغازة اللي بعدها تحت اللفتين برضو كده. شايفة? اهي ودي الغازة المقابلة ليها. اسحب الخيط من هنا. ومن اللفة اللي على الابرة. بس ما شدش ايدي اخلي ايه ايدي مرياحة كده عشان غازة مزلقة متبقى شدة. تمام? الغازة اللي بعدها اهي واللي قدامها. شايفة ازاي مجرد ما تحط الغازة قدام بعضها تبقى مضوع سهل جدا. الغازة اللي بعدها اهي. واجه اللي قدامها اهي. هنا. في ايدي اللي قدامها. كل غازتين قدام بعض بعملهم غازة منزلقة. بالشكل ده كده. اخر غازتين هم. وبعدين هعمل سلسلة عشان بس الشغل بتاعي كويس. وهقص الخيط. واقشده كده. واحنا كده قفلنا. نشوف بس الشكل هيبقى عامل ازاي. شايفة بقى عامل هنا بقى جميل ازاي. بقى في منحنة كده هيبقى مريح جدا في اللبس عند الكعب بتاع الرجل. تمام? طبعا خيط النهاية ده هلضمه في قبرة القنفا والنظافة هنشوف ازاي. اه بين الغرز كده هحاول بالقبرة ادخل كده بين الغرز. عشان بس الخيط يختفي وكمان يبقى متسبت ما يفكش خالص اسناء اللبس. كده بين الغرز ما فيش مشكلة خالص. بحيس بس ما يبنش من الجهة التانية. تمام كده. وطبعا هقص الزيادة. طيب كده يبقى نوعا ما نوعا ما الاكلوك بتاعنا انتهى زي ما احنا شايفين كده او الجزء الاساسي منه يعني. تمام? فاضل بس هعمل كده هنا في السطونات اللي هي ديت. عشان يبقى شكلها جميل في اللبس. تمام? تشوف كده هتتعامل ازاي? هنعمل دلوقتي في السطونات اللي اتفقت معاكم عليها. هعمل ايه? هجيب الخيط بتاعي. انا هبدأ من هنا كده. تمام? فهسحب الخيط. الشكل ازاي كده. وطبعا هخلي بضو معي تحت الشغل عشان يسبته. تمام? هبدأ اعمل. خلي بالك معي. عملت السلسلة. تمام? وبعدين هعمل في نفس المكان غوزة حشو. بعدين هتفع تلاتة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. وفي نفس المكان هعمل تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. بالشكل ده كده. تمام? وبعدين هسيب هنا اتنين عمود. واحد اتنين. فوق العمود هقم تلاتة. هعمل غوزة حشو. واتفع تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وجنبها في نفس المكان هعمل تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. هسيب اتنين عمود. واحد اتنين. وفوق العمود هقم تلاتة. هعمل غوزة حشو. هتفع تلاتة سلسلة. اتنين تلاتة. في نفس المكان هعمل تلاتة اعمد. واحد. اتنين. تلاتة بالشكل ده كده. شايف ازاي? تمام? طيب. هاجي هنا. هسيب عمودين واحد اتنين. وفوق العمود هقم تلاتة. هنا هسيب عمودين. وفوق العمود هقم تلاتة. هعمل غوزة حشو. هتفع تلاتة سلسلة. واعمل تلاتة عمودة. تمام? بالشكل ده كده. وبعدين هسيب العمود ده. تمام? وفي العمود اللي بعديه هبتدي اعمل غوزة حشو. هنا اعمل غوزة حشو. اتفع تلاتة سلسلة. اعمل جنبهم تلاتة عمود. واحد. تلاتة. هسيب العمود ده. هاجي عند العمود اللي بعديه. اعمل غوزة حشو وهكذا. اتفع تلاتة سلسلة. واعمل جنبهم تلاتة عمود وهكذا. هيبقى الشكل عندي الفلسلات بالشكل ده. شايف ازاي? تمام? اكمل. تمام? كده خلصت اخر فسطونا. هاجي هنا عند اول غوزة حشوة انا كنت عاملها. واعمل غوزة منزلقة. بالشكل ده كده. واعمل برضو سلسلة. واقص الخيط. اسحابه كده. وطبعا هننضفه بنفس الطريقة في قبلة الكنفاء. وننضفه ايه? داخل الغوز زي ما عملنا ايه? في خيط النهاية بتاع الجنب ده. تمام? والشكل عندي بقى كده. شايف ازاي? بقى شكله ضريف جدا جدا. زي ما قلت لك هو بسيط وسهل. طبعا تقدر تزينيه باي شكل انتعه ازاي? هنشوف كده. آآ ممكن وعدة زي كده بسيطة جدا وسهلة جدا. ان شاء الله هعملك لها فيديو منفصل. اشحالك. وتزيني بيها اللاكلوك بالشكل ده. طبعا انا سايب خيط النهاية. عشان خاطر بقبة بعض القنفاء. ابتدي اثبتها هنا في اللاكلوك بتاعنا بالشكل ده كده. تمام? ايه يا ايوكو? اعتقد ان شاء الله انه هي شكلها ضريف وهيبقى جميل بازن الله. طبعا هتحطيها عكس المكان اللي انت حطى فيه الواردة في الجهة التانية او في الفاردة التانية. تمام? وده شكل اللاكلوك بتاعنا. بسيط وسهل. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكو. بازن الله هننفذ مع بعض تانية اشكال تانية. ده الشكل الاساسي لللاكلوك. بعد كده زي ما قلت لك انا شرحت لك ازاي بنعمل التزايد قدام. تستخدمي اي غوزة بعد كده في يعني في وش هنا اللاكلوك. مفيش مشكلة خالص. هتبقى تمتهي الجميع ان شاء الله. كمان المقاس هتزبطيه زي ما اتفقت معاك واحدة واحدة. اه توصلي للوسع المطلوب تبتدي تشتغلي من غير اه توسيع. وبعدين الجزء ده برضو هتشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها. وتزين الطرف هنا باي شكل. ممكن فسطونات ممكن اه مروحة. يعني زي ما انت عايزة. ان شاء الله هيبقى في انتهى الجمال. اه شكرا واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكو. اه ونتقابل بازن الله على خير في فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.